قبل أن تسافر إلى جورجيا وتبادر في ذهننا أننا أيضا ممكن يرقعونا مثلهم ضابط المطار سألنا عدد من الأسئلة هل هذه أول مرة زور جورجيا؟ ليش جايين هذه الدولة؟ ووين حقز تذكرة العودة؟ ووين حقوزات الإقامة لطول فترة الرحلة؟ هل معكم أدوية أو ممنوعات؟ كم عدد النقود اللي معكم الحين؟ أسئلة تقريبا عادية لكن اللي ما حضر نفسها لها ممكن يتفاجأ ويتردد وممكن يغلط في الرد عليها وتكون سبب في إرقاع من المطار نحن كنا مستعدين لكل هذه الأسئلة وجاوبنا عليها بشكل دقيق جدا وفوق ذلك كان معنا تأمين سفر رغم أنهم ما طلبوه في الأخير سمحوا لنا بدخول جورجيا وختموا الجوازات وكنا أول مسافرين نطلع من مطار كوتايسي في رحلة العودة للأسف شفنا أكثر من عائلة تم إرقاعها في رحلتنا كانوا جايين في نفس الطائرة وهذا يدل على أن مسلسل إرقاع العائلات من مطارات جورجيا مستمر حتى الآن لازم تنتبهوا